برعاية وزيري التعليم العالي والبحث العلمي في العراق نبيل عبدالصاحب وفي حكومة إقليم كردستان العراق آرام قادر وبتنظيم من اتحاد الجامعات الدولي وجامعة جيهان أقيم المؤتمر العلمي الدولي المحكم والذي يهدف إلى التوعية بضرورة الاهتمام بالتعليم الرقمي والحث على اعتراف الدول العربية وكافة المؤسسات بشهاداته كشهادات رسمية كثير من الناس يظنون أن هذا المؤتمر لتداعيات فيروس كورونا أو جائحة كورونا لا شك أن هذا فأ على هذا المؤتمر أما كان هذا المؤتمر من قبل موجود كفكرة مطروحة لأن التعليم الرقمي ليس فقط حاجة بسبب فيروس كورونا إنما التعليم الرقمي له دور أهمية كبيرة المؤتمر الذي كان مقررا منذ أشهر عديدة بشكل فيزيائي تم تأجيله بسبب جائحة كورونا وتحول إلى الوسائل الرقمية التي يدور المؤتمر حولها والذي عقد بالشراكة مع 55 جامعة عربية حول العالم وتقدمت به ما يقارب 80 بحث محكم بالإضافة لمشاركة حضورية من أكثر من 900 باحث كثير من الدول فيها أزمات الآن في عالمنا العربي وحروب مما يعاني ويعرق العملية التعليم الحضوري الفيزيائي فكان لابد من إقامة هذا المؤتمر للاستمرارية في الاعترافات بالتعليم الإلكتروني جامعة بن سينة في السودان الخرطوم رغم الظروف والمعاناة فعلت هذا المؤتمر حضوريا لعل ما يدور في العالم بشكل عام من حروب اقتصادية وبيولوجية وعسكرية تدفع الواقع التعليمي للاتجاه نحو التعليم عن بعد كبديل عن التعليم الفيزيائي لذلك سعى القائمون على المؤتمر لتجسيده والحث على دعمه شكرا